الثانية مازلنا موصينا معكم في البرائم تايم تحييل الناس دي قارت اسمها فينا كل عادة على الفريقون سمتانة وتابعونا زادا لايف للناس اللي كونكتي على الباش فيسبوك ارجو ميتو يمزين امشي وتو تسويتل شوفيان اللا محاسبة والافلات من العقاب رجعوا التعذيب مهما كانت طبيعة المخالفة او الجنحة او حتى الجرم اللي يرتكبوا شاب ما او مواطن اي كان ان وجدت هذي المخالفات والجنح ولا الجرام طبعا مهما كان طبيعتها حتى شيء ما يبرر اطلاقا التعذيب واليصار في سيد حسين ولد البارح يعد بحق ضربا من ظروب التعذيب تعريض شاب قاسر والاعتداء عليه وسحلوا على مرأة الجميع في الشارع على خلفية حركات حول موت مشبوهة ومسترابة لشاب اخر في مركز شرطة هذا بالحق وجه من اوجه التعذيب والمعاملة اللا انسانية والمهينة اللي عقب عليهم القانون بصريح العبارة القانون التونسي الوضعي زيادة على انخيرات تونس منذ اكثر من 30 عام في الاتفاقية الدورية لمناهزة التعذيب والمعاملات اللا انسانية والمهينة والمسألة ما هيش جديدة بل وليت شياسة معتمدة على طول العام ونتذكروا كيف في شهر فيفل 2021 قدوا انتلابتها تونسية للدفاع عن حقوق الانسان ومنظمات مدنية اخرى تقارير تفيد اعتماد ممارسات التعذيب في مركز الشرطة ومدهمات الليلية وخلع وجلد من الحويج والملابس وتهديد بالاختصاب وضرب بالهروات وتعليق في اوضع مهينة وحرق اشخاص في مساكن حساسة على غلال الشاب اللي في بنان في المستير اخسر خسيته جلاء التعذيب في مركز امن والتشهيل بالمحامين ونشطاء الحقوقيين ونشر صورهم في الشبكات الشمعية والدعاء بانه فتياتهم صحبين ملحدين وكفر على حد توصيف بعض الامنيين وشفنا حتى عضو نقابة امنية في السفاقس اتهمى الصحافيين بانهم زنالقة وشعيين وكفار عيناني وفي وضح النهار وما شفنا حتى اجلاء اتخذ ضده بل كما في كل الحالات اللامبوذات الرسمية والافلات من العقاب وتواصل التعذيب بلا مسائلة ولا رقيب والغريب في هذا الكل ان سيد هشام المشيشي رئيس الحكومة هو في نفس الوقت وزير الداخلية ولا عمرنا سمعنا له صوت ولا شفنا اجلاء عملي اتخذ ضد التعذيب ومختلفه المسألة بصراحة ولت خطيرة بمكان وتأكد ان فصحة الثورة انتهت وامسحمات والغريب زاد في هذا الكل وفوق بالكل ان الصمت الرهيب يطال البرلمانيين والسياسيين والمسؤولين تقريبا من كل يعطيه فيهم ما عدا قلة قليلها حالهم حال المتنبي وقتلي انشده ما مقامي بأرل نخلة ألا كمقابل مسيحي بين اليهودي مسؤولين يا سادة يا مادة ويا حفاد رجال الحمادة حالهم حال السياسويين ليخرجوا البرلم ويدعيوا انهم اكثر ديمقراطية من الديمقراطية ذاتها وفي الداخل يتقمصوا بكل صلفة اوجه وممارسات الدكتاتورية سيلهشام المشيشي رأي لو دامت لغيرك لما قالت اليك تدارك قبل فوات الاوان وذكر ابو القاسم الشابي حين انشد وقال حذالي فتحت الرماد اللهيب ومن يذلع الشوكة يجني الجلاح شوفيان شوفيان شكرا لك سوفيان بن فرحاتي اللي فاتيتم شوفيان من نسبة اليوم من نجمي يلقوها على الباش فيسبوك راديو ميت يونيزي راجعينا معكم شوية اخر ان شاء الله بيش يكونوا معنا بالتليفون سي محمد طيب قويدر بيش نحكيه على كتاب اداب السلوك في حضرة الرؤساء والمولوك بيش نحكيه على المراسم والتشريفات البروتوكول هذي الكل نحكيه فيه شوية اخر راجعينا معكم ما تبعتوش